السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة وكمعودناكم دائما مع أفضل التطبيقات حلقة اليوم بها أفضل خمس تطبيقات أندرويد اخترتها لكم بهناية إن شاء الله تنال إعجابكم ننتقل مباشرة لشرحهم بعد هذا الاندرو أهلا وسهلا بكم من جديد ونبدأ بهذا التطبيق الأول Earth Data for Android من الشركة العملاقة تينورشير التطبيق يمكنكم من استرجاع الصور فيديوهات مقاطع صوتية وطائق أرقام الهاتف وحتى محادثات الواتساب قبل أن نقوم بتجربة التطبيق دعونا نتوجه إلى معارض الصور كما تلاحظون لا توجد أي صورة أو أي فيديو دعونا نرجع إلى الوراء نقوم بنختيار مثلا استعادة الصور عند النقر عليه سوف يعطيك هذا الخيال لإعطائه الصلاحيات لكي يقوم بحفظ الصور الفيديوهات التي تم استرجعها في ملف نقوم بالنقر على Allow Access ثم نقوم باختيار الملف نضغط Use Disfolder أو هذا الملف ثم نعطيها الصلاحية على هذا الشكل ومباشرة سوف يقوم بالبحث للصور التي تم حدفها بالخطأ أو صور قديمة حسب التاريخ والجميل في الأمر أنه يسترجع الصور بجودتها الأصلية ننتظر ريتما ينتهي من استعادة كل الصور كما تلاحظون أصديقي تم استرجاع تقريبا خمسة ألاف وستمائة وأربعة وتلاتون صورة عند النقر إلى OK سوف لن تجد أي شيء ولكن تقوم صديقة بالنقر على خيار From All ثم تقوم بالنقر على Other وكما تلاحظون سوف نجد كل الصور تم استرجاعها والجميل في الأمر صديقي أنها بجودة عالية جدا كما تلاحظون أمامكم يمكنك صديقي الآن أن تقوم باختيار الصور التي تريد استعادتها فمثلا هذه الصورة هذه الصورة هذه الصورة ثم تقوم باختيار كل الصور مثلا أو الصور حسب التاريخ عند اختيارك للصور التي تريد استعادتها تقوم صديقي فقط بالنقر على الخيار أو عالتي لعلامة حفظ لكي تقوم بحفظ الصور في معرض الصور ثم تضغط على Don كما تلاحظون أصديقي الطريقة بسيطة جدا مع هذا التطبيق الخرافي نفس الأمر يمكنك نقرأ على الفيديوهات وسوف تجد أنه التطبيق سوف يقوم باستعادة لك حتى الفيديوهات والجميل في الأمر أنه بجودة عالية جدا كما تلاحظون تم استعادة 152 فيديو نضغط على OK ثم نقوم أصدقائي بفتح تطبيق كما تلاحظون أصدقائي العزاء جودة خرافية جدا تم استعادة الفيديو بجودته الأصلية يمكنك حفظ الفيديوهات التي تريد اختيارها وسوف تجدها في معرض الصور كذلك المقاطع الصوتية الوطائق أرقام الهاتف وحتى محتوى الواتساب أي الدردشات التي فقدتها وكذلك الملفات التي تم إرسالها لك في واتساب لا شك أنك لاحظت في هذه الأوين الأخيرة انتشار صور للستوديو غيبلي وتريد حتى أن تنشأ مثل تلك الصور ولكن لا تعرف الطريقة الأمر بسيط جدا عن طريقة التطبيق التاني شات جي بي تي بآخر إصدار كل ما عليك صديقي ورف عليها الصورة تقوم بكتابة عليها تورن ديس فوتو آز أون ستوديو غيبلي وسوف يحولها لك إلى هذا الشكل أيضا يمكنك صديقي تحويل أي صورة مثلا إلى تمثال داخل متحف والعديد من الأمور كما تلاحظون فمثلا هذه الصورة تم إضافة الصورة إلى التطبيق وقمت بإضافة له هذا البروميت ثم قام بتحويل تلك الصورة إلى صورة تمثال في متحف كما تلاحظون كأنها صورة حقيقية ويمكنك أحفظها من خلال هذا السهم هنا بالضغط على السيف وسوف تحفظ في معرض الصور الخاص بك الطريقة بسيطة جدا أصدقي سوف أترك لكم مجموعة من البروميت داخل صفحتنا على الفيسبوك كما تلاحظون سوف تجدونها هنا سوف تجد كل نصوص البروميت يمكنك صناعة مثلا كصورة كارتونية لهذا الشكل أو تمثال داخل متحف عديد من الأشكال الأخرى سوف تجدون كل البروميت موجودة في صفحتنا وسوف أترك لكم رابط المنشور بالوصف أسفل هذا الفيديو التطبيق الثالث المتوجد معنا في هذه السلسلة وتش ريموفد بلاس يمكنك هذا التطبيق من قراءة الرسائل المحدوفة سواء في ميسانجر وواتساب وانستغرام وحتى يمكنك قراءة الرسائل المرسلة إليك بدون ما إلم الطرف الآخر أنك قرأتها من خلال قراءتها من داخل هذا التطبيق أيضا يمكنك الاحتفاظ بالصور التي تم إرسالها وتم حدفها سوف تجدها محفوظة هنا ويمكنك صديقي مشاهدتها والاحتفاظ بها يمكنك التوجه إلى الإعدادات ثم تقوم صديقي بإضافة التطبيقات التي تريد أن يقوم بحفظ منها الرسائل فعلى سبيل المثال أنا قمت باختيار واتساب وميسانجر وانستغرام يمكنك إضافة حتى التليغرام مثلا أو أي تطبيق تستخدم ثم تضغط على خيار نيكست وسوف تجد كل التطبيقات التي قمت باختيارها موجودة هنا يمكنك المرور بينها فمثلا إذا توجهت إلى واتساب سوف تجد كل الرسائل والنوتيفيكيشن محفوظة هنا يمكنك قراءة حتى الرسائل الصوتية التي تم حدفها ويمكنك الاستماع إليها من داخل التطبيق أيضا يمكنك قراءة والاستماع للرسائل المرتلة إليك دون أن يعلم الطرف الآخر أنك الاستماع للمقطع الصوتي أو الرسالة الصوتية أو قراءة الرسائل الصوتية وهنا في ملف سوف تجد كل الصور وكذلك الفيديوهات موجودة هنا يمكنك صديقي أن تحتفظ بها وسوف تجد كذلك الرسائل الصوتية هنا وهنا سوف تجد الملفات وهنا المقاطع الموسيقية وهنا سوف تجد الصور تطبيق صديقي صراحة رائع جدا لقراءة الرسائل المهدوفة والاستماع إلى المقاطع الصوتية والصور والفيديوهات المهدوفة وكذلك يمكنك الاستماء إليها وقراءتها بدون ما يعلم الطرف الآخر أنك فتحتها وقرأتها التطبيق الرابع مع نفاته السلسلة صراحة خرافي جدا صغير الحجم ولكن مفيد للغاية فمثلا كنت في مقهة أو في مكان عمومي وقمت بربط الهاتف الخاص بك مع الشاحن في مكان وتخشى أن يسرق منك الهاتف أو شيء من هذا القبيل فكل ما لك صديقي أن تقوم بتفعيل التطبيق هذا الرابع على هاتفك ثم تقوم صديقي بالنقر على ستاي بوت أي شخص أو سارق قام بفصل الشاحن عن الهاتف سوف يعطيك انظر قوي جدا يمكنك سماعه وبهذه الطريقة سوف تعلم بأن هناك سارق قام بفصل الشاحن مع الهاتف الخاص بك أو يتم سرق تولا يسكت هذا الانظر حتى تقوم صديقي بإعطائه بصمة الأصبع الخاص بك أو إضافة الكود بين الخاص بشاشة هاتفك يعني القفل كما تلاحظون أصدقائي تطبيق صراحة رائع جدا ومفيد جدا للغاية خصوصا إذا كنت في مكان عمومي وتخشى أن يسرق منك الهاتف عند وضع الهاتف في الشاحن فالتطبيق سوف ينبهك كما تلاحظ أمامك التطبيق الذي أمامكم أصدقائي خرافي جدا وهو كذلك يشغل على الاندرويد ويمكنك تنصبه على سمار تيفي كل ما تبحث عنه متوفر في هذا التطبيق هو مجرب 100% عند تنصبه قم بفتحه والسمت فقط لن يتطلب منك لا تسجيل حساب ولا أي شيء واجهته بسيطة وأنيقة ومرتبة حسب الأقسام والأصناف التطبيق صديقائي كما تلاحظون من أفضل التطبيقات التي شاركتها معكم سابقا جربوه وعطوني رأيكم في التعليقات فطريقة تفعيل التطبيق بسيطة جدا تقوم بالنقر على Activate Code سوف يعطيك خيارين خيار Get Code وهنا خيار Don خيار Get Code سوف يحولك إلى الموقع الرسمي للتطبيق لكي يعطيك كود التفعيل ولكن أنا قمت بإضافة لكم هذا الكود التفعيل لتقريبا سنة أو ستة أشهر تقوم بإضافة 1-2-3 1-2-3 ثم تضغط على Don وسوف يشغل معك بدون أي مشاكل